موسيقى 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 البنات البارحة كنت في السوق الصيني و كنت نزلت لكم الفيديو كيف ما هو و كنت قلت لكم بأنني سنتشارك معكم ما شريت من السوق الصيني ولكن أنا صراحة كنت غادل السوق الصيني كانوا نقصيني إضاءة لكيزيني فأنا ما زال ما ركبتهم موسيقى البنات فأكيد إن شاء الله منهم سنركبهم سنشاركهم معكم و حاجة أخرى البنات و حلات لي اليوم سنعرفكم على واحد الأكلة هينديا بيرياني فأنا صيبتها و صورتها و قلت نشاركها معكم فكنتمنتنا الإعجاب ديالكم و نخليكم مع الوصفة و نشوفوا من بعد البنات عندنا دجاجة تقطعها ثمانية ديال القطعة تخليهم يقطعها لك على ثمانية بشجي صغيرة بحلكة بحلي كتشوفي يعني يكونوا مقطعين صغار عندنا الروز بسماتي الحبة الطويلة الروز بسماتي حبة طويلة كيفما كتشوفو و عندنا بهارات عربية البهارات العربية كانت الكبسة أو جلادي كانت تباع في أي بلاصة يعني كيتباعوا في السبور مارشي عندنا هنا بهارات ولكن حب يعني عندنا هنا القرفة عندنا وقت سيدنا موسى عندنا القرينفل عندنا الهيل الحب و هنا كان زبادي في المغرب كنت انا تمدرت الوصفة بدانون طبيعي هنا كان مطاشة ديال الحوك كان هذا التوابيل ديال برياني كانت تباع في كاخفوغ أي كاخفوغ كانت تباع فيه التوابيل برياني هنا عندنا البنات الفلفلة والبطاطا و مطاشا كلهم قطع المكعابات انا تمدرت جوج بطاطات جوج مطاشات فلفلة وحدة و كان حتى التومة ولكن انا نسيت ما صورتها ستادي الريوس ديالتو ما محقوقين الفوق عدنا هنا يلق زبرون مع دنوس و عدنا شي ورقة ديال النعناع بحل اللي كتشوفه و عدنا البصلة البصلة ديروه ربعة او خمسة ديال البصلات يعني الى حجم البصلة اللي عندك هادي تشل دا طويلة هاي غادي تباندابا والا ربعة او خمسة ديال البصلات لبنات مهم البنات هنا درت نجرة فوق النار غادي نكو بفاز زيت العادية باش غادي ننقلي البصلة النص ديال هاديك الكيمية ديال البصلة اللي قطعت شرائح غادي نقليها باش نحيدها حت هاد الوصفة مهمة فيها البصلة مقلية في الخرد عروري فغادي نحيد هاديك البصلة اللي غادي نقليها عاد من بعد غادي نكمل الوصفة ديالي في نفس الطنجرة عنيت فهدا بغا ندير الزيت سخون ومن بعد غادي نحط فيها البصلة باش تقلع ايكو الأسئل البنات كيمة كايت شوفوا البصلة ديالي يهي تقلات ولا اللون ديالي دهبي بعونز زوين سوف نحيي دابا البنات ونجعلها على جنب حتى الأخرى سوف نستعملها دابا من نحيي تذيك البصلة سوف ندير دابا نص المقادر دي البصلة اللي بقوا عندي سوف نضعهم سوف ندير فوقهم الدجاج سوف نستفو بحلقة ديك المكعبة ديال الدجاج أو طريفة ديال الدجاج فوق هذه البصلة سوف نزيد على اليوم ما دوك البهارات الحب اللي هو السيدنا موسا والقرانفال والهيل حب من بعد درت من هادك توابيل ديال برياني ومن بعد غادي ندير معلقة تقريباً تهي ديال البهارات العربية البريانية البنترا كيبغي العطرية بزاف حيث تمال هنود كيديروا العطرية بزاف هنا درت ملعقة ديال كوركم بيوال خرقوم ملعقة ديال كامون ملعقة صغيرة ومعلقة ديال سكينج بير والملح مهم هنا من بعد ما در التوابل ديالي غادي نزيد هذاك ضانون مسوس البنات اللي هو زبادي او ضانون مسوس ضانون طبيعي غادي ندير معلقة ديال مطاشة ديال الحك ولكن معلقة صغيرة مش كبيرة وغادي ندير التومة اللي انا ما صورتش في اللول ولكن قلت لكم ارا كيني نستاذي الريوز ديال التومة محكوكين من بعد هنا سوفي غادي ندير مطاشة يال لولا وغادي ندير الفلفلة وندير هدوك المكعبات ديال البطاطا الوصفة سائلة لالبنات يعني وما كتاخدش الوقت ونقطع ماشي نقردهم غير بيدين في ارتسادك النعناع والقصبور من الفوق هنا البنات غادي ندوزول الروز البنات للروز كل واحد غادي دير الكيمية اللي غادي تكفي انا هنا درت اربعة ديال الكيسان ديال الروز البنات الروز غادي نحل روبيني وغادي نغسل فيهم زيان تحيد منو داك النشاة كامل يعني واللي صافي بدا يصافي ما يبقاش يبان هكا بيض يعني نغسلوه مزيانة البنات هنا البنات غادي ندير فيه الماء نكبع ليه الماء وغادي نخليه في الماء حتى نحتاجه هذه الوصفة كد كيقولولها روب خيار كد تقدم مع برياني خديت الخيار قطعتو مكعبة صغيرة حكيت علي راس ديلتو ما صغير وغادي نزيد عليها الروب هو نفس هذا الدانون طبيعي او دانون اللي طيبت بي نفسه غادي نزيدو علي هادي كد تجي مع البرياني هنا عصرت شوية دي الحامض وغادي ندير شوية دي الملحة وشوية دي اللي بزار وغادي نخلط كل شال بنز هنا البنات غادي نسلق الروز درت الماء والملح والزيت ودرت هذوك البهارات اللي بقاوا ليه حب ليهوما القرنفل والقرفة والهيل وورقة سيدنا موسا وغادي ننشعل علي ونخلي الماء حتى يغلي هنا صفيت الروز من الماء غادي نخويه ده بف طنجرة ولكن اللي بنات ما تخليه حتى يتسلق يولي معجن هتسلقوه 75% يعني منين تقيسو يكون باقي شاد لأنه ما زال غادي عاودي طيب هنا البنات عدنا الزعفران شعره وعدنا الملوين الطبيعي راح تهوكي كيتباه ثم غادي ندير شوية ديل زعفران شعره مع شوية ديل ملوين طبيعي وغادي نزيد عليه الماء طيب شوية وغادي نخليه يطلق هنا البنات تسلق الروز ديالي وحتى لصوص ديل الدجاجره طاب المهم هنا البنات غادي ناخد نص ديال كمية ديل روز غادي نفرش به التنجره ملتحت نص الكيمية غادي نفرش فيه التنجره ونخليه نص كمية على الجنب آخر ديل روز وغادي نشدددك لصوص البنات غادي نديروه كامل في الوسط يعني غادي نخويه كامل في الوسط يعني بحل غادي ندير طباقات ثم البنات غايب قليه شوية ديال لاصوس في النجره غادي نكبالي شوية ديال ما طيب وغادي نزيده ثم البنات بغايت نجره لقيتها سخونة كنقلب مع التصوار ما عرفتش هالي كان هالزبافي ناية مو يمسمك حول يزيد بكلينيكس من بعد البنات غادي ندير هذك النص اللي بقى ديال الروز غادي نفرشه لفوق كامل بحليك تشوفو يعني بحلي دار الطباقات وهنا البنات غادي ندير ماء ورد جوج معالق انا درت بالقفالة درت جوج وغادي ندير هذك الماء اللي في الزعفران وغادي نغطيه بالاليمينيوم زيان البنات باش ما يخرش منه البخار يعني يكون مغطيه مزيان ومن بعد غادي نرجعه على النار مهيه لتكون ومدة ديال الخمسة او عشرة دقائق تكي بلية من هذك الاليمينيوم خارج منه الدخان بانه صافي راهق طاب البنات بيريانيها ووجد هنا غادي نبدا نحط في طبصل ديال تقديم البنات الوصفة كتجي لديدة وزوينة وفنة يعني جربوها وردو عليها خليوا ليالي كومنت اغديها لكم هنا غادي نبدا نحط وغادي من بعد غادي ندير هذيك البصلة اللي قليت من الفوق وكنتمنى تكون هذي الوصفة عجباتكم البنات هذي الشكل النهائي ديال بيرياني الهيندي الوصفة اللي صيبنا اليوم البنات كنتمنى تعجبكم معارب خيار اللي كي تقدم معاه المهم البنات وصلنا الاخر الفيديو وكنتمنى الوصفة ديال بيرياني تجربوها وتعجبكم وما تنساوش تردو عليها فلك وكنتمنى تكونوا بخير ومتشوفوا الفيديو الجديد ان شاء الله والبنات الجداد في القناة ما تنساوش الاشتراك باش توصلوا في الجديد ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة